قد يبتل الله عز وجل بعض الناس في هذا الزمن لوجود الجهل وذلك بأن يشاع من أن هناك شخصا إما طفلا أو شابا أو كبيرا في السن أو امرأة أو عجوزا أو مكانا أو شجرة أو أي جماد أو أي شيء من أن علامات خارقة تظهر عليه وأنه يأتي بأشياء يعجز عنها البشر أو أنه يوجد عليه كتابات من آيات قرآنية أو أسماء الله عز وجل أو أحاديث نبوية أو أي شيء من أمور الشرع فيظن أو يروج أيضا من أن هذا الشخص أو هذا المكان من أن وجوده خير لمن في هذه المنطقة أو لأهل الأرض أو أنه أعجوبة الزمان وأن الناس يفدون إليه إما للتبرك به أو الاستشفاء به أو لأي غرض من الأغراض وليعلم وهي قاعدة أن كرمات الأولياء التي يؤيد الله عز وجل بها أولياءه لا تكون إلا بطريق الإيمان والهداية واتباع الشرع لا بالشركيات ولا بالابتداء في شرع الله عز وجل ولذا قد يجعل الله عز وجل هذه الأشياء إما من بشر أو من جمادات يجعلها فتنة وابتلاء واختبار وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى من أنه قد يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب من يسمعه وشخص يراه مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه قال وهذا يرى عند قبور الأنبياء وقبور غيرهم قال وإنما هو شيطان فالشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ الفلاني ويكون كاذبا في ذلك قال وفي هذا الباب من الوقاع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره يقول والجاهل يظن أن ذلك الذي رأىه قد خرج من القبر وعانقه هو المقبور أو أنه النبي أو أنه ذلك الرجل الصالح فيقول إذا كانت الشياطين لقد يسلط الله عز وجل الشياطين فيبتر هؤلاء ببعض هذه الأشياء التي هي في صورتها من الدين فيقول إذا كانت الشياطين تأتي الأنبياء عليهم السلام لتؤذيهم وتفسد عبادتهم لكن ماذا قال فيدفعهم الله تعالى بما يؤيد به الأنبياء من الدعاء والذكر والعبادة ومن الجهاد باليد فكيف بمن هو دون الأنبياء أما من ابتدع دينا لم يشرعه الله عز وجل فترك ما أمر به من عبادة الله واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا تتلاعب به الشياطين قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولذلك قد كما قال رحمه الله قد يرى بعض الناس أن الكعبة تطف به تطوف به ويرى عرشا عظيما ويرى أشخاصا تصعد وتنزل فيظنها الملائكة فالقد يظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدس وإنما هو شيطان قال ومن هؤلاء من اعتقد أن المرء هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله تعالى في اليقظة قال رحمه الله ولهذا لم يقع مثل هذا لأحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وقال رحمه الله والشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه ما الذي تحبه الشياطين الشرك والفسوق والعصيان فتارة يخبرونه بعض الأمور الغائبة ليكاشف بها وتارة يؤذون من يريد أذاه بقتل وتمريض ونحو ذلك وتارة يسرقون له ما يسرقونه من أموال الناس فيعتقد أنه من كرامات الأولياء وتارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكة عشية عرفة ويعتقد أن هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين لأنه لا أحرم ولا لبأ ولا طاف بالبيت ومنهم من تذهب به إلى مكة ليطوب بالبيت من غير عمره شرعية فلا يحرم إذا حاذ الميقات وبعضهم يقول هؤلاء ملائكة قالوا هذا خطأ فالملائكة لا تعين المشركين وإنما هم شياطين أضلهم عن سبيل الله وقال رحمه الله والجاهل الضال يظن أنها نتيجة إيمانهم وولايتهم لله وأنها علامة على إيمانهم لكن أولياء الله هم المؤمنون المتقون وكراماتهم ثمرة إيمانهم وتقوهم لا ثمرة الشرك والبدع والفسق فخلاصة القول أن من ادعى مثل ما ذكرناه في أول حديثنا من أنها كرامة أو أنها خير أو ما شاب ذلك فإنه من الخطورة على توحيد المسلم ولذلك قال السلف رحمهم الله قالوا لا يغرنك الرجل يطير في السماء أو يمشي على الماء حتى تراه عند عبادة الله عز وجل أما أن يدلس على الناس بمثل هذه الأفعال فليحذر المسلم